ولنقاش تطورات الوضع في ليبيا في ظل تفهمات الأخيرة ومحاولة نصفها من قبل قوات حفتر ينضم إلينا عبر الهاتف من مصراتة المحلل السياسي فيصل الشريف أهلا بكم سيدي مساء الخير لكم مساء النور بعد الاتفاق على انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان أواخر الشهر الجاري ما حظوظ عقيل صالح في هذه الانتخابات؟ نعم هو حقيقة المشهد الليبي اليوم أمامه مفترض صعب بالفعل بعد أن أطلقت البعثة الدعم في ليبيا وستيفاني وليامز أطلقت هذه المسارات التي كان منها مسار السياسي والاقتصادي والعسكري لجنة خمسة زي الخمسة اليوم المسار السياسي الحقيقة الذي تقوده البعثة في تونس والذي دعت اليوم على طفحتها المنخرطين فيه للاجتماع والانعقاد غدا في تونس للتصويت على ألية اختيار المجلس التنفيذي يشهد حتى هذا المسار نعم يشهد هذا المسار الحقيقة الكثير من المحاولات لعرقلته وهذه المحاولات يعني على رأسها هذه الشطحات التعبير الشطحات العسكرية التي يريد أن يستعملها خليفة حفتر بمساعدة ميليشياته والمرتزقة الذين يضمهم في ليبيا هنا اليوم وبمساعدة الدول المنخرطة في الصراع الليبي على الصعيد الإقليمي والدولي وكذلك عقيلة صالحة الذي تضاءلت فرصه بشكل كبير يعني لا على صعيد يعني على صعيد رئاستي للبرلمان الليبي عندما انعقد هذا البرلمان وكان قابق أو صيني أو أدنى في الوصول إلى رئاسة جديدة وبالتالي يعني التخلص وجعلها عقيلة صالحة وحقبة عقيلة صالحة من الماضي ولكن تم إفساد هذا الجهود إلى حد كبير ولكن نقول بأنه يعني هذه الجهود ستلملم نفسها من جديد لمحاولة بالفعل الوصول إلى التخلص من رئاسة عقيلة صالح للبرلمان واختطافه إلى هذه السنين الفارسة كذلك على الصعيد الآخر عقيلة صالح يعني يركز جهوده الآن في محاولة أن يكون نصيبه رئيس المجلس الرئاسي فيما يتعلق بمخرجات تونس القادمة حتى يستطيع أن يعيد تموضعهم السياسي من جديد باعتبار أن عقيلة صالح يمثل بشكل أو بآخر يعني الدول المنخلطة في الصراع والدائمة للعدوان على طرابلس والدائمة للأسف لإفساد المشهد السياسي ومحاولة يعني تعثير أو وضع العصف الدوليف أمام كل الجهود الدبلوماسية الجهود الدولية التي تحاول أن تخرج بليبيا من هذه الدوامة السياسية والأزمة السياسية المستمدة نعم هذا كان سياسيا عسكريا كيف يمكن تفسير تحركات حفتر الآن باتجاه غريان التي أفشلت وما الهدف منها تحركات خليفة حفتر يعني جاءت في اتجاه أباري يعني بالجنوب جاءت في اتجاه أباري يعني الكل يعني أصبح يدرك أن بمجرد أن الملامح الأولى يعني بيّنت وكشفت للجميع أن حضوض عقيلة صالح الذي يعتبر هو الواجهة السياسية لخليفة حفتر قد تضاءلت في أن يكون صاحب الحضوى في أن ينال في أن يحتفظ بمنطبه كرئيسا للبرلمان الليبي وكذلك في أن أو أن ينال المنطب الجديد وهو رئيس المجلس الرئاسي فيما هو منتظر أن يخرج عن عن الاجتماعات في تونس التي تقودها البعتة عندما تضاءل الطرق عقيلة صالح في أن يكون في هذا المنطب أو في ذاك بالتالي يعني رأينا أن هناك محاولة للشوشرة أو للتشويش على جهود البعتة وكذلك للتشويش على جهود البرلمان وإحداث القسامات بداخلي بتحريك هذه يعني وكذلك إفساد جهود خمسة زي الخمسة العسكرية بضربة واحدة وهي بتحرك هذه العصابات وهذه الميليشيات وكذلك المرتزقة الذين يتبعون خليفة حفتر في محاولة لإحساس هذه الشوشرة حتى يتم إرسال رسالة للداخل وللخارج أنه في حال عدم يعني حصول عقيلة صالح ممثل هذا الانقلاب خليفة حفتر في حالة عدم حصوله على منصب سياسي بالفعل يكون هذا المنصب قياد خليفة حفتر فإن أي جهود ستكون معرضة للنسب معرضة لأن يتم القفز عليها أو رفضها أو تحريك عجلة الهيجان العسكري من جديد محاولة خلط الأوراق من جديد إذن يعني الصورة أصبحت واضحة بشكل كبير أن هناك تحدي ثافر جديد وخصوصا أمام كل هذه التقارير التي تصدر وأخرها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يثبت تورط هذه الدول بشكل مستمر نتحدث عن روسيا نتحدث عن الإمارات نتحدث عن دول منخرطة ودائمة للعمليات العسكرية دائمة لإفساد الجهود السياسية ولخلط الأوراق حتى أمام بعثة الأمم المتحدة هذا كله يعطينا ذلالة واضحة على أن خليفة حفتر وعجيل صالح وجهاني لعملة واحدة كيف تتوقع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة مع الملف الليبي؟ نعم حقيقة إذا ما نظرنا ولو نظرة سريعة إلى السياسة السابقة التي كانت للأسف يعني امتازت بالخروج عن إدارة الملفات الخارجية عن التقاليد التي كانت تثير عليها الولايات المتحدة الأمريكية وهي إدارة هذه الملفات عن طريق مؤسسات مؤسسات الخارجية وكذلك المؤسسات الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية وامتازت للأسف ببعض الشفحات الخارج عن هذه التقاليد من دونالد ترامب الرئيس السابق وكذلك يعني بعض الشخص المقربين منه الذين كانوا يبرمون الصفقات السياسية والعسكرية خارج هذه المؤسسات اليوم ربما نقول أن هذا أيضا ربما قريبا سيصبح من الماضي عندما نرى أن إدارة الديمقراطيين وعلى رأيها جو بايدن يعني تمتاز هذه الإدارة بالتعامل مع الملفات يعني التاخنة والملفات على المتعلقة المرتبطة باللؤية المتحدة الأمريكية وخصوصا بعد اعتماد أو المصادقة الأولية من خلال مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون التقرار ليبيا فنحن نتفائل خيرا بأن الإدارة القادمة سيكون لها تعامل أكثر إيجابية وخصوصا ربما في الآوينة الأخيرة تصريح بومبويو أن الدبلوماتية الأمريكية أو ترسانة الدبلوماتية الأمريكية ستكون في خدمة دعم أو في صميم دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للوصول إلى تفوية سياسية في ليبيا النظرة الأمريكية تغيرت بعد خصوصا التخلص من جون بولتون الذي كان مستشارا للأمن القومي والاتصال الشهير الذي أجراه في خليفة حطر وكذلك الاتصال الشهير الذي جاء ربما بتنظيم من أبناء زايد وكذلك من عبد الفتاح نكتفي بهذا أشكرك شكرا جزيلا لك المحلل السياسي فيصل شريف حدثتنا عبر الهاتف من مدينة مصراتا ليبيا